ده اكتر تساوس شرير انا بشوفه في العيادة ودايما العيان يقولي انا كان بس في نقطة بسيطة وفجأة لقيت السنة كلها سوست المشكلة كلها ان التساوس اول ما بيعدي طبقة المينة بيبتدي انتشر في كل حتة فعلشان كده في الحالة دي انا قبل ما ابتدي اي حاجة وقبل ما اشيل اي تساوس كان لازم ازق اللسة علشان اشوف التساوس وصل لفين بالزبط والحالة دي حساسة شويتين بمعنى لو ما شلتش التساوس كله هنحط حشوة هتلاقي تساوس شغال تحت الحشوة فبعد كده شهر شهرين الحشوة تقع التساوس زاد وهنضطر نشيل تاني من السنان انا في الحالة دي دككت خطين فوق بعض ودا لان ما شاء الله تساوس واخد راحته قوي يعني وعلى بركة الله ابتديت وانعارف ان هي مهمة مش سهلة لان الناب ده هو عنوان البق كله عايز تعرف اللي قدامك ده سنانوف كويسة ولا مش كويسة بص على الناب يا ام هتلاقي اصفر قوي يا ام هتلاقي مساوس قوي يا ام هتلاقي مش موجود اصلا تساوس او تخلع او ايا كان تعرف ان البنا ادم ده عنده مشاكل كبيرة في سنانه وفي اللحظة دي انا كنت وصلت للي انا عايزه بالزبط كده الفريم المعدن حاضن السنة تحت اللاسة علاقة صحية مش هتلاقي مشكلة نزيف في اللاسة او ضغط على اللاسة او ايا كان والاهم من كده وكده ان احنا هتبقى الحشوة طلع من تحت الفوق بشكل جمالي وصحي وهيمنع ان يحصل recurrent carries يعني مش هيحصل تساوس مرة تانية في المكان ده انا هنا يا دوب هرفع بس حدود السنة انها هتبقى فوق اللاسة علشان احط العازل المطاطي علشان اضمن مية في المية ان اللازق بتاع الحشو هيكون خلاص الموضوع انتهى ومن هنا نبتدي فقرة الفن والهندسة وانا كزا ملكاوي ليا في الفن والهندسة قوي يعني فهتلاقي بقى اللي احنا بنلعب بالالوان وبالشكل بحيث ان احنا نطلع في الاخر شكل سنة يعني مش عايز اقول بالزبط ولكن قريب جدا من الطبيعي هنا انا كنت خلصت بونا للسنة ولكن فضل اهم مرحلة من وجهة نظري وهي الفينيشنج والبولوشنج بالعرب يعني هي التصبيت والصنفرة وان احنا نخلي السنة يعني تشوفها وشك من اللمعين اللي هي بتبقى فيه فهبتدي الاول اللي انا اشيل بحاجة خشنة بعد كده حاجة انعم بعد كده بقى الدسكات اللي هي انعم وانعم بحيث ان هي ما تجمعش بعد كده لا اما تغير لونها اما يجمع اكل اما الحاجات دي كلها تبقى حاجة كده ملساء زي بالزبط طبعي تلمينا اللي ربنا بيده لنا احنا بنحاول نقلد وده الشكل النهائي وده الشكل القابل النهائي وقل لي رأيك في التعليقات واه دي الحالة بتاعتي المرة الجاي